مساء الخير أحبتي في ندوة التكريم قامة سامقة من قامات النقد والإبداع الأدبي المغربي الدكتور محمد الذغمومي وسعيد جدا بالمشاركة في هذه الندوة لأول مرة تفاعليا عبر منصة يوتيوب متمنيا أن تحظى شهادة هذه بالبت خلال فعاليات الندوة بعد أن تعذر علي بكل أسف الحضور جنبا إلى جنب مع الدكتور محمد الذغمومي لأتقاسم معه هذه اللحظة الجميلة هذه اللحظة التكريمية التي كان من الأولى أن تقام منذ سنوات وليس يعني في هذا الوقت بالدات ولكن شكرا لجمية شعلة فرعباني مكادة على هذه الالتفاتة الطيبة كما أعتبر هذه الفرصة لتقديمي شكري لصديقي الأستاذ عبد الله بديع على مجهوداته وعلى كل كل الأمور التي التي لم يبخل بها من أجل أن يعني تنعقد هذه الندوة وفي أحسن الظروف هذه الشهادة هي توثيق لذكرى أول وآخر لقاء كان لي مع الدكتور محمد الزغمومي في أواخر الثمانينات والتي عنونتها ب أكتب ثم أكتب ثم أكتب حدث ذلك اللقاء الجميل اليتيم والخاطف مثل لحظة قصصية في أحد أصياف واخر الثمانينات بمقهى الواحى في مدينة أصيلة هو لقاء نادرا ما تجود به صدف التيه الرائق على جسر الكتاب كانت واقتأد مجموعته القصصية الماء المالح حديثة العهد بالصدور وكانت ما تزال بطراوة شغبها تضج في رأسي بشخصها وأمكنتها وأسئلتها وحكيها لم أتردد لحظة لأبادر بالسلام عليه ولم يتردد هذا السارد المشاكس العابر مزهوا في شوارع القصة للرد على تحيتي بأحسن منها ودعوتي لاحتساء فنجان شاي شمالي يضوع بالنعناع الفواه تحت إفريز مقهى الواع هنأته على باكورته القصصية وعبرت له عن إعجاب الكبير وافتتان البالغ بقصته الموسومة بما الفلسفة وسألته سؤالا ساذجا وملغما بالبراءة أيضا كيف يمكنني أن أكتب قصة قصيرة مشاكسة على غرار ما الفلسفة يتآثر في مبناها كل بهارات السرد الممهور بقلق السؤال الفلسفي الأبدي منذ محاكمة سقراط عبورا بمحنة ابن رشق إلى هموم العقل العربي عند الجبر وسألته أيضا إن كانت بين يديه وصفة أو سر من أسراره التي ائتمنها عند شهر زاد أو كيمياء سردية أحتسي خلطتها علني بسحرها أكتب قصة قصيرة ذات فرادة وتفرد بمثل ما أبدع به ما الفلسفة فرد علي جليسي بتلقائية جامعة مانعة أكتب ثم أكتب ثم أكتب وافترقنا على وعد باللقاء في إضمامة قصصية قادمة ومنذ ثلاثة عقود لم ألتقي بعدها بالقاس محمد الضغممي مرة أخرى لا في البر ولا في البحر بل فقط على ضفتي الملحق الثقافي لجريدة العلم أو لاتحاد الاشتراك أيرأنني في المقابل كنت أستأنس بالظله منتصبا فوق رأسي كلما راودتني بلية الكتابة وهو يردد لازمته في مسمعي مثل صوت متصوف زاهد في شرفته القصصية أكتب ثم أكتب ثم أكتب بنبرة هامسة تحريضية جميلة وليس بالشأن الغريب إن كانت القصة القصيرة تزيى في تجربته بدثار الحكمة ما دامت العلاقة الجدلية بين القصة والحكمة قد التأمت في قصة ما الفلسفة التي آثر الكاتب أن يدشن بها متنه القصصي البكر الماء المالح في إعلان الصريح وديد لالة رامزة وميطاق تعاقده مع المتلقي على أن جوهر الكتابة أي كتابة أدبية إبداعية لا بد أن ينشغل بقلق السؤال الفلسفي والوجودي مثل ما هو المرمى في الماء المالح التي كم مرة تمنيت في السر لو وسمها الكاتب ما الفلسفة بدلا من عنوانها الأصلي لكن لا مفر من شباك البحر فللبحر سلطة ماءه المالح وحكي هديره الليلي وشغب نوارسه وأسرار خلجانه الدفينة وقصص مغامرات من لاحيه وكل علامات أفقه المدبب الخبيئة في الذاكرة الطفولية البعيدة عند محمد الضغموم لعل ما أثر انتباهي في قراءة هذه القصة العتبة قبل ثلاثة عقود هو بنيتها البلاغية القائمة على عديد من التعارضات والمتناقضات السوسيو الثقافية التي تتمظهر بشكل جلي في كلمتي فلسفة بالتاء المربوطة وفلسفة بألف المد التي تنتهي تارة بالتاء المربوطة وتارة بألف المد والغاية السردية من ذلك فيما أزعم هو رسم حدود طبقية واضحة بين شخصية سعيد والسارد بين شخصية برجوازية متوسطة تسكن أجمل منزل في الحي وتتفاخر بكونها تعرف معنى ودور الفلسفة كفكر وكأسلوب بحياة باعتبارها قيمة اجتماعية مضافة يقول السارد فجاء صوتك مرة أخرى متقطعا أنت لا تعرف الفلسفة وأنا لا أتحدث مع من يجهل الفلسفة الصفحة ستة وبين شخصية الطفل السارد المتحدر من وسط اجتماعي متخلف ما زال يجتر أقانيم تعليم تقليدي هزمتني بكلمة فلسفة إنها لعبة جديدة جديدة ككل الأشياء الغريبة الموجودة عندكم في المدرسة الكراسي الجرس الصبورة الطباشير الدفاتر الفرنسوية وأشياء عجيبة أخرى لا توجد في المسيد ولا يعرفها الفقيه نفسه صفحة ستة بينما من الأشياء التي تعلمها الطفل السارد في المسيد الهرمكة والتي يجهلها سعيد بدوره فهو يتلقى تعليما عصريا قائما على فلسفة بداغوجية حديثة فيما العقاب البدني يبقى هو الآلي الأولى والأخيرة للتربية وللتحفيظ في المسيد أنت لا تعرف كيف يخفي الأطفال رؤوسهم وراء الألواح اتقاء الصوت والعصى وبالتالي يصير التلقين بالهرمكة والتلقين بالفلسفة امتيازان اجتماعيان لكل واحد من الشخصيتين يتفاخر به كل منهما على حدة يقول سعيد مخاطبا سارد أنت لا تعرف الفلسفة وأنا لا أتحدث مع من يجهل الفلسفة الصفحة ستة دائما في المقابل يقول السارد أنا لا أرغب في معرفة من يجهل الهرمكة أيضا وإذا كانت الفلسفة تغيى تكوين روح نقدية ميزتها استقلالية في التفكير والبحث عن أجوبة لدهشة الأسئلة المتفيزيقية حول وجود الله والما وراء والقيم الكونية الكبرى والكينون بشكل عام فإن الهرمكة كمنهاج تربية تهدف في المقابل إلى تكميم أصوات هذه الأسئلة المشاكسة التي شغلت الفكرة الإنساني منذ الأزل والتشبث فقط باليقينيات والتوابط التي صنع الإنسان كسلطة معنية ورمزية كسلطة معنوية ورمزية وإديولوجية لقمع أخيه الإنسان منذ القدم لننصد لهذا الحوار بين السارد الهرمكة وسعيد الفلسفة الفلسفة هي التفكير والحكمة أعرف اسأل أين يوجد الله في السماء إنه غير موجود أستغفر الله من قال هذا الفلسفة هذه هدرا فقط الهرمك أفضل فقلت أنت الفلسفة هي التفكير والحكمة ما من شك في أن هذه المقاربة العاشقة لقصة ما الفلسفة وأنا أعود إليها على بعد مسافة ثلاثة عقود سوف تفتح من جديد كثيرا من الأسئلة النقدية في تجربتي الدكتور محمد الضغموم القصصية ليس في مجموعته البكر الماء المالح فحسب وإنما في مجموعة متنه القصصي خصوصا أن تجربته الكتابية تجر وراءها خمسة عقود إن لم نقل خمسة أجيال أي منذ ستينات القرن الماضي إلى جيل شبكات التواصل الاجتماعي بما يتيح للنقاد والقراء الأكاديميين تحديد ملامح تحولات القصة القصيرة في المغرب ما بعد الاستقلال إلى اليوم هذه الحقبة المتميزة التي شهدت ولادة جيل طريعي بصم الكتاب القصصية ووسمها بفرادتها وخصوصيتها مثل عبدالجبر رسحمي ومحمد زفزاف وادريس الخوري ومصطفى يعلى ومبارك ربيع وادريس الصغير ومحمد برادة ومصطفى المسناوي وخنات بن نونة ورفيقة الطبيعة وعبد الرحيم المد إلى آخر إلى آخر إشارة فقط فالمجموعة القصصية الماء المالح صدرت طبعتها الأولى بالرباط 1988 عن منشورات التل صديقاتي أصدقائي أحبتي في ندوة تكريم الدكتور محمد الزغمومي أتمنى أن تكون هذه الشهادة قد قد نابت عني إلى حد ما وقد استوفت بعضا من ما يستحقه الدكتور محمد الزغمومي من تكريم أتمنى أن لا يكون هو التكريم الأخير بل تتلوه تكريمات أخرى على جمعيات المجتمع المدني المهتم بالمجال الثقافي أن تلتفت إليه وإلى جيله المخضرم ودومتم بخير وليلتكم ومساءكم سعيد وإلى اللقاء مع تحيات عبد حقي